تزايدت حالات سوء التغذية العام الماضي في مناطق سيطرة الحكومة السورية ثلاثة أضعاف بحسب دراسة أجرتها وزارة الصحة التابعة للحكومة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتداهورة في سوريا ألقت بظيلال سلبية قاتمة على كافة القطاعات ولسيما القطاع الصحي حيث ارتفعت حالات الإصابة بسوء التغذية في مناطق سيطرة الحكومة خلال العام الماضي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه الأوضاع في العام 2019 دراسة أجرتها وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية قالت إن نتائج المسح التغذوي الأسري الوطني سمارت 2023 أظهرت زيادة انتشار حالة سوء التغذية العام بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بنتائج 2019 حيث بلغت النسبة 4.8% مقابل 1.7% خلال العام 2019 الدراسة خلصت إلى أن معدل انتشار نقص الوزن بلغ 8.1% بمعدل زيادة نحو الضعف مقابل 4.9% وبلغت نسبة التقزم 16.9% في حين كانت 12.6% بينما غاب مؤشر فقر الدم واليود فيما رصدت الدراسة بحسب رئيسة دائرة التغذية في وزارة الصحة هل داود 8.339 أسر على مستوى سوريا ضمت 11.296 سيدة بعمر الإنجاب وأكثر من 7.420 طفلا هل داود أوضحت أن نسبة انتشار سوء التغذية بين النساء في سن الإنجاب بلغت 6.6% فيما قال أطباء إن حالات سوء التغذية تسبب نحافة شديدة وقصر قامة شديدة مقارنة بعمر الشخص المصاب وتؤدي إلى نتائج سلبية على الصحة لا رجعة فيها سواء على المدى القصير أم الطويل بما في ذلك توقف النمو ويمكن أيضا أن يكون مرتبطا بنقص التطور المعرفي كما أكد أن نسبة كبيرة من وفاية الأطفال خاصة في الأعمار المبكرة سببها سوء التغذية محذرا من أن ارتفاع نسى بسوء التغذية في المجتمع السوري يؤدي إلى نتائج كارثية وجيل مشوه مضيفا أن أسباب تراجع الوضع التغذوي في سوريا يعود إلى فقدان سبل العيش الأساسية ومصادر الدخل والفقر وعدم قدرة السوريين على تأمين حوائجهم ولسيما اللحوم والأسماك ويتناول معظم السوريين وجبة واحدة في اليوم تفتقد غالبا إلى الفيتامينات ما يسبب على المدى البعيد والمتوسط تبعات خطيرة وسط تحذيرات من استمرار الوضع على هذا الحال في وقت أكدت الأمم المتحدة أن نحو 16 مليون و700 ألف سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية أي ما يعادل ثلاثة أرباع مجموع السكان ينضم إلينا من نيويورك شادي مارتيني المدير التنفيذي لمنظمة تحالف الأديان أهلا بك أساد شادي نتحدث عن ارتفاع معدل الإصابة بسوء التغذية في سوريا وخاصة مناطق سيطرة الحكومة السورية وبحسب تقرير لوزارة الصحة في الحكومة طبعا الأسباب وضع الاقتصادي وضع معيشي لكن هذه الأوضاعية موجودة أصلا حتى وعندما كانت الحرب مشتدة عام 2013 حتى عام 2016 طيب لماذا اليوم في عام 2023 وصلت إلى هذه النسبة؟ مرحبا لك لمشاهديك الكرام بصراحة هذا السؤال لجب أن يطرح على حكومة السورية لماذا حدث هذا؟ أنا أرجع السبب إلى سوء إدارة هذا الموضوع سوء الإدارة يرجع إلى قبل 2011 في سوريا كلنا يذكر سوء الإدارة في المناطق الزراعية في مناطق حوض الفرات وكيف كان زيادة أسعار المحروقات وإعطاء رخص للآبار لأشخاص وأشخاص أخرى لا عدم رفع سعر شراء المحاصيل مما أدى إلى فقدان الكثير من الأشخاص الذين كانوا يستسمعون ويعملون في هذا المجال مما أدى إلى أزمة كبيرة في سوريا بالمجال الغزائي وأيضا بالوضع الحالي يعود إلى استمرار هذه سوء الإدارة من الحكومة السورية التي تضع أولوية الإنفاق العسكري والإنفاق على الميليشيات التابعة لها على أمن الغزائي للشعب السوري والوضع الاقتصادي للشعب السوري في ظل الظروف الرهنة هل لدى الحكومة السورية باعتقادك الإمكانية أصلا لتحسين الوضع المعيشي رغم أنك ذكرت أنه يذهب الإنفاق إلى الوضع العسكري وتمويل فصائل مسلحة تابعها طبعا أرى أنه يمكن أن يفعل الكثير من الأمور يعني مثلا ليقفوا عن أخذ الأتاوات من هذه الحواجز المنتشرة في كل الأماكن السورية مما ترفع أسعار الأغذية وأسعار كل شيء على المواطن العادي وأين تذهب هذه النقود لا تذهب إلى الخزينة السورية تذهب إلى أشخاص معينين ولا متنفذين عسكريين دعني أعطيك مثالا في نهاية السنة أوقف برنامج الغزاء العالمي برنامجه في سوريا بفضل نقص التمير ولكن في تقريره الأخير في كانون الأول 2023 ذكر أنه للمرة الأولى أستطاع أن يدخل إلى حي الشيخ مقصود في حلب ليعطي إلى 10 ألاف شخص ودعني أكون دقيق في الرقم 10 750 شخص حصص غزائية وهذه المرة الأولى خلال عام 2023 لأنه لم يأخذ تصريح من الجهات المختصة والحكومة السورية لماذا تمنع الحكومة السورية من توزيع الأغذية في أماكن مثل حي الشيخ مقصود في حلب ما هو السبب؟ إذن هناك أسباب سياسية أسباب أمنية ضغط على بعض المناطق وحرمانها من الغزاء الضروري للسكان المحليين بالإضافة لما ذكرته أساذ شادي بموضوع توقف برنامج رغضي العام في سوريا حتى قبل أيام أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأرشيون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتين جريفث وقال أن 16.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية طيب أمام هذا النقص التمويل الدولي للمنظمات الإنسانية هل من طرح خطات دولية إنسانية طرحت بعد تحذيرات مارتين جريفث أو بدائل طبعا النشكلة الأساسية التي تدواجه كل المنظمات وواجهت كل المنظمات هي الفساد في الإدارة يعني أغلب المنظمات التي تعمل في مناطق النظام عليها الدخول عبر مؤسسات تابعة للنظام السوري وبالذات إلى القصص الجمهوري وإلى السيد الأولى في الجمهوري السورية والجميع يعرف هذا الشيء وكل هذه الأمور تذهب لأمور سياسية وإعطائها لأشخاص يعني ما يقول بالسوري من جماعتنا أي وضعا عن توزيحها بإنصاف إلى جميع المواطنين السوريين فإذا نظرت على السوشال ميديا ترى أن دمشق لديها سيارات فارغة لديهم أحدث أنواع الآيفون والناس في المقاهي ولكن هذه فقط الفئة الحاكمة في سوريا التي تستفيد من هذا النهب لسروات الشعب السوري والذي مستفيدين من هذه الحواجز بينما 90 وأكثر من 90% من الشعب السوري يعيش في فقر مطقع مع عاشات متدنية لا تكفيه لساد خمس من حاجاته الغذائية وبعدها يقول لك أين هو العالم ليساعدنا والعالم إذا ساعدنا يننهبها فهذه هي المشكلة المشكلة هي إدارة وفساد في إدارة الحكم في سوريا طيب أمام ارتفاع معدل الإصابة بسوء التغذية وأمام نقص التمويل الدولي وفساد الإدارة كما تفضلت أستاذ شادي ما هي إذا المخاطر ارتفاع سوء التغذية اللي تحدث عن الجيل القادم للأسف مخاطر كبيرة يعني الطفل عندما يذهب إلى المدرسة إذا هو جاء لا يستطيع أن يفكر بشكل طبيعي يعني كيف يستطيع أن يأخذ الدرس وهو جاء يعني حتى هنا في أمريكا هناك أطفال جائعين فلذلك هناك برنامج في المدارس مثلا الحكومية التي تعطي وجبات في المدارس من دون مقابل لأي طفل حالته المادية أو حالة عائلته تحت حد معين يعني هذه الأمور من الأمور المسلمات في أغلب الدول لأن الطفل يجب أن يكون يعني شبعان ويجب أن يذهب إلى المدرسة لا يمكن أن يظهر هذا الطفل ونتوقع منه أن يدرس وأن يعمل وأن بطنه فارغ طبعا هناك كثير من الأمور الأخرى التي ذكرتها في تقريركم على النمو والتأثير عليه وهذا الأشياء لا يمكن أن نصلحه بعد كم سنة يعني هذه الأمور عندها تحصل هؤلاء البشر جسمهم عقلهم لا يمكن أن نصلحه فالكارثة كبيرة كبيرة جدا ويجب أن يتحمل هؤلاء المسؤولون في الحكومة السورية من رأس النظام إلى أسفله هذه المسؤولية عن هذا الشعب لماذا هم بالحكم؟ أليس هو الشعب هو مسؤوليتهم؟ فماذا يفعلون لحل هذه الأزمة الخانقة؟ أستاذ شاذي باعتقادك هل ستصل الأمور إلى مرحلة وفاة بعض الأطفال بسبب سوء التغذية في سوريا طبعا؟ والله للأسف لا أستغرق برغم أنه شيء محزن جدا سوريا بلد خيرات وسوريا تستطيع أن تنتج الكثير من الأغذية التي يمكن أن تسد حاجتها وأن لا نصل إلى هذا الحد من الجوع يمكن أن نتذكر حديث أجداء سفر برلك خلال الحرب العالمية الأولى والسلطات التركية عندما تأخذ المحاصيل لجنودها حصل هذا النوع من المجاعات ولكن أن يحصل بسبب سوء إدارة وحكم من سوريين على سوريين فهذا شيء محزن ومؤسف بشكل كبير أشكرك جزيل الشكر من نيويورك شادي مارتيني المدير التنفيذي لمنظمة التحالف الأديان ترجمة نانسي قنقر